هشام عباس رئيس قوات الأمن المركزي فعاليات انتهاء المرحلة الرابعة من خطة التدريب السنوية للوزارة وذلك للوقوف على كافة القوات ومدى جاهزيتها للقيام بالمهام المكلفة بها وأشار عباس إلى أن دور الأمن المركزي يتطلب التدريب الدائم على كافة النظم الحديثة في التأمين والمواجهة كما أشد بالمستوى المرتفع لأداء القوات مؤكدا استعدادها لمواجهة أي أحداث طارئة تحاول الإخلال بأمن واستقرار الوطن كفاءة وفاعلية وجاهزية لقوات الأمن المركزي في ختام فعاليات المرحلة الرابعة من خطة التدريب السنوي لوزارة الداخلية والتي تأتي في سياق توجيهات السيد مجد عبد الغفار وزير الداخلية باطلاع القيادات الأمنية بمتابعة الخطة التدريبية والوقوف على كفاءة القوات ومدى جاهزيتها للقيام بالمهام المكلفة بها تحقيقا لأمن الوطن والمواطن ويحمل الأمن المركزي على عاطقه حماية أمن الوطن من الداخل من خلال عمليات تأمين المنشآت الهامة والحيوية وإقرار القانون على الطرق والمنافذ والمحاور الرئيسية مع اشتراكه الدائم في أعمال المواجهة والضبط القانوني ومداهمة البؤر الإجرامية والإرهابية مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي والذي تفقد القوات أكد أن القوات لديها استعاب كامل للتكتيكات الحديثة في التأمين والمواجهة والاستعان بأحدث التجهيزات لمواجهة العمليات الإرهابية والإجرامية من خلال التدريب المستمر للعنصر البشري في كافة النطاقات الجغرافية التابعة للأمن المركزي بما يؤهلها لمواجهة الأحداث الطارئة التي تحاول الإخلال بأمن واستقرار الوطن يقظة تامة للقوات تبدو واضحة لمواجهة أي شكل من أشكال الخروج على القانون بكل حزم وحسم وفي إطار القانون وفي ضوء ما تشهده الساحتان الداخلية والخارجية من تحديات أمنية ولا سيما على صعيد العمليات الإرهابية والتي تصعدت واترتها في الفترة الأخيرة لكن القوات على استعداد لمواجهة التحديات كما يبدو هنا وفي الأقصر التي توجت بلقب مدينة السياحة العالمية لا تزال رحلات المنطاط بالبر الغربي تجذب السائحين من مدينة